اه طيب. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? سبق قبل كده من شهر يا جماعة وكنت عملت فيديو وكنت بتكلم فيه او بشرح موقع. موقع ده كان يعني بصراحة انا يعني زي ما انا كنت مساميه كده ان هو كنز في الزكاء الاصطناعي. هو فقالا كان كنز يا جماعة. الموقع ده كان لامم كل ادوات الزكاء الاصطناعي. وكان بيمكنك ان انت تعمل عدد لا محدود من الصور مجانا بالكامل. واكبر ميزة فيه كمان ان انت ما كنتش محتاج تعمل حساب في الموقع ده. عمدت اللينك الحلقة اللي ما شفهاش هتظهر لكم حالا كده في الايل فو دي تده تخشوا على الحلقة هتشوفوها. الفكرة كلها بقى ان انا جاي لي كومنتات كتيرة جدا كانت بتطلب مني ان هم عايزين نفس الموقع ده او يعني حاجة زي الموقع ده كده بس بقى للفيديوهات. لان الموقع ده كان للصور بس يا جماعة. يعني صور فقط. وصور سبتة كمان. فالناس كانوا عايزين برضو كحاجة زي كده يعني موقع برضو كيمكنك ان انت تعمل عدد لا نهائي من الفيديوهات بشكل مجاني وحبزة كمان لو انت مش هتعمل حساب او يعني مش هتسجل على الموقع ده. فطبعا يعني المقولة الشهيرة شيط لديكم فلا خوف عليكم. النهاردة جيب لكم موقع يعطي برضو كنز من كنوز الذكاء للصناعية. الموقع ده جماعة بيمكنك ان انت تعمل فيه شات زي شات جي بي تي كده. وبردو كيمكنك ان انت تعمل صور او عدد لا نهائي من الصور مجانا. والجديد بقى كمان اللي هو الطلب بتاعكم اللي انت تقدر تعمل فيديوهات بشكل لا محدود وبدون ما تسجل في الموقع. بدون ما تسجل في الموقع. هتعمل فيديوهات مجانا بشكل عدد لا نهائي. فهكود او اكتب حتى الان شاء الله. بس كالعادة لو الفيديو عجبك ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده اشتركوا في القناة انت مش مشتركوا. فهزور الجرس ويلا بينا على الشرح يا شابت. اه طب يا جماعة ربعة الانترو كالعادة نخش اعطوه في موضوع الحلقة. طيب بص يا شاب انا هسيب لكم طبعا لينك الموقع بيه صندوق الوصف او في اول كومنتو مثبت. هو عمدت الموقع هو اسمه ديب اي اي دوت ار. اللي اخب بلنا هنا كده ادي الموقع انت هنا ممكن تعمل حساب زي ما تركوا لأ مش مضطرة تعمل حساب. انت لو عايز تعمل اعمل يعني انما انت ممكن تشغل عليه من غير ما تسجلوا حاجة خالص. عندك هنا طبعا الشات اللي هو زي منتوكو زي شات جي بيتي ممكن تسألوا اي حاجة هرد عليك. وعندك هنا الامج وفي الفيديو وكمان الميزيك. طيب نجرب كده حاجة حاجة. نيجي الشات هنا مسلا وهقول له فرضا يعني اعمل لي وصف سلسل حفاة تسبح بالبحر مسلا باللغة الانجليزية. وهقول له هنا كده ستارت شاتنج. اللي اخب بلنا هو في ساعات عطول جاب لي الوصف وكل حاجة. هنقول له هنا كده اقابي. وهنرجع له الموقع تاني هنا كده. طيب هناخد بقى الوصف ده كده ونحاول نطلع منه صورة ونطلع منه فيديو وشو في الدنيا هتبقى عاملة ازاي. هنيجي على هنا كده. وهنقل ده الوصف اللي احنا اخدناه. هنقول له هنا هو تلقائي على الحاجة بالمواجهة بصراحة جماعة انه هو كمان سريع جدا. بصوا تعالوا لكم الصورة. طبعا الصورة دي ابعادة اللي انتوا عوزين تغيروها. ممكن تجي هنا في دي اضغط هنا كده. لو انت عايزها بقى هنا بالطول مسلا عايزها بقى بالعرض. عايزها ايا ان كانت شكلها انت عايزها ازاي مسلا. يعني لو قلنا هنا كده. ممكن تختار هنا. وممكن كبان تختار انت عايزة صورة يعني تطلع بسرعة ولا ايكواليتي. انا رأيي خليكم اختاروا دايما لان هو كده كده اصلا بيعملوا الصورة بسرعة. فما تختاروش سبيد. خليكم في ايكواليتي هتبقى افضل. وهنا بقى يا جماعة تبصوا دي كلها استايلات انت موكم تختاروا منها. في اكتر من مية استايل انت موكم تختاروا. يعني موكم نختار حاجة زي ايه مسلا. عايزين حاجة شكل الكارتون والكلام ده. ممكن مسلا نختار الشكل ده جده فرضا يعني نجربه يعني. ونقول له هنا كده. اه بصوا يا جماعة جاب لنا شكل الصحفة بالاستايل اللي احنا اختارناه. زي مقلت لكم بقى عمدوكم هنا استايلات كتيرة جدا. ممكن مسلا نجرب سري دي كارتون ده فرضا يعني. نقول له هنا تاني. اوه جاب لنا بشكل مختلف. فاعمل يا معلم براحتك زي ما انت عايز. طبعا عايز تحفظ الصورة دي. هضغط على اللي هو السهم ده هنا كده. هتلاقي الصورة هتحفظ معك حالا. اه تحفظ ده ايه. اه دي الصور تحفظ عندنا. طب يا عمي شيتو. ده كده كان بالنسبة للصور. الفيديوهات بقى انزامها. بصوا وشاربوا بنرجع تاني هنا كده. ونخش على الفيديو وهنحط نفس الوصف. وهنقول له هنا ميك فيديو. هو برضوك دلوقتي تلقائي هيبدأ يعني يعمله كله لوحده. اوه زي ما شايفين يا جماعة الفيديو تعمل هوت وبمنتهى الجمال. يمكن بس يا جماعة العيب الوحيد بصراحة اللي انا لاحظته في الموقع ده. او يمكن عيبين يعني. او العيب ان هو مش مديني استايلات كتيرة. انا ممكن مختار منها زي موضوع الصور كده. يعني في موضوع الصور كان مديني استايلات اختار منها. حاجة تانية بصراحة ان هو الفيديوهات بتبقى سانيتين فقط. مش حتى خمس ثواني. بس برضوك ارجع وعقول لكم يعني الموضوع ده احنا ممكن نعالجه ان انت اصلا اه فري يا معلم اعمل براحتك بقى يعني هو مسلا الفيديو الواحد لو كان خمس ثواني اعمل تات فيديوهات من ده. هيبقى معك ستة ثواني. الفاكرة يا جماعة ان الفيديوهات بتعمل بسرعة ومن غير حساب وفري وبرحتك. فاعمل اللي انت عايزه. نمكن برضوك نجرب وصف تاني كده. هنرجع مسلا هنا كده على الموقع. ونيجي برضوك هنا في الشات ونقول له مسلا اعمل لي وصف الفتاة تبلغ من عمر التاتين تلعب بالجتار مسلا. هنقول له ستشاتنج هوت. هيبدأ برضوك تجيب لي الوصف بتاعها. هقول له هنا كده مسلا قبي. هنرجع هنا تاني. هنيجي على الامج هنا كده. ونحط الوصف بتاعنا ونقول له كالعادة هو هيعمل لك الامج في ثانية. شايفين يا جماعة? طبعا بازمونتوكم تموكم تختاروا صلاة كترة جدا. هاد مسلا البندا ده كده مسلا. ونقول له والله خليها لي مثلا يعني. ونقول له هنا اوه شايفين يا جماعة غير لي بتاعه. طيب نجرب برضوك الموضوع ده في الفيديو. لو جينا ضغطنا هنا على الفيديو وحطنا له نفس الوصف وقلنا انا ميك فيديو. هيبدأ يعمل لنا الفيديو برضوك. يعني بمنتهى السرعة. اهو هاد شايفين يا جماعة عمل لنا الفيديو بتاع فتاة بتلعب بالجيتار وكده. طبعا لو النتيجة دي ما عاجبتكش مسلا انت ممكن تقول له هنا كده اللي هو يعني اضغط عليها هنا كده. هو هيبدأ يعني يعملك تصور تاني للفيديو. اهو هاد شايفين هو عمل لتصور تاني للفيديو. وطبعا لو انت عايز استحفز الفيديو هتضغط هنا على اللي هو السهم او كلمة فيديو هنا كده. ايبدأ ايجيب لك اه ان انت تحمل الفيديو. هرميه مثلا على الديسكوطوب هنا كده. اه نزل معنا. اه نزل معنا. قول له امن فايل مسلا. ادي الفيديو شغال معنا. زي ما نتوقع يا جماعة يمكن العيب الوحيد بس في الموقع ده ان هو بيعمل لي الفيديوهات سانيتين. بس يا جماعة زي ما نتوقع احنا ممكن نحل المشكلة ديت يعني ان انت اعمل بقى عدد لاي نهي ابرحتك. انت مسلا عايز فيديو قد ايه? عشر ثواني عشرين ثانية. خلاص عشر ثانية مسلا اعمل عشر فيديوهات من ده. الفيديوهات بتعمل بسرعة جدا وفري وبرحتك يعني. فبس ابدأ نشرح النهاردة او موضوع النهاردة. كان العادة يعني لو شرح عجبك وموضوع الفيديو كان مفيد بالنسبة لك. فما تبخلش عليا بالدعم المعناوي اللي هو عبارة على لايك. كومنت جميل ازاك كده. اشرك في القناة انت مش مشترك. فنزر الجراز عشان اي فيديو نزيله جديد يجي باشعار. وكالعادة اللي زروا قدامكم حاليا دي دي قناة التليجرام. انا بنزل لنكي يعني مواضيع كده وفيديوهات وحاجات ما اعرفش نزيله هنا على اليوتيوب. اتمنى طبع انتم نضموا لي قناة التليجرام. هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. وبس كده يا شباب.